السلام عليكم اليوم حلقة جديدة نشرح فيها طريقة تمديد الإقامة خصوصاً للطلاب نروح على فت موقع اسمه الأوسلندا بهوردب أنا طبعاً قبل يوماً جنتي هناك مددت إقامتي الحمد لله فريز أشرح لكم حتى منترحون إن شاء ما تغلقون الصعوبات طبعاً هو الموقع هذا يعني هاي البناية نشوفوها هاي بناية المدخل المدخل من هاي المنطقة هذا المدخل طريقة تذهب العنوان هو أنت أعدكم قدامكم سبت شاشة بس تكتبون أوسلندا بهوردب هو يطلع لكم مدينة برلين شنو الشي المهم هنا الأوسلندا بهوردب طبعاً عندهم أوقات العمل أوقات العمل أوقات العمل اللي هي مثلاً اليوم ما راح يشتغل ترحون بي هو يوم الثنين والثلاثة ليش؟ الثنين والثلاثة رايح يشتغل الأوسلندا بهورد من الساعة سبعة للساعة ثنتين طيب ليش أفضل يوم؟ أفضل يوم لأنه الأوسلندا بهورد داماً عليها ازدحام يعني مثلاً إذا هو يفتح بالسبعة أنت ما تروح الساعة سبعة؟ لا تروح الساعة بثلاثة الساعة بثنتين والصباح ممكن أن يكون الناس تتفاجأ من هذا الشي صحيح هو يعني صعبة يعني تروح من الساعة بثلاثة وتنتظر لكن هو هذا السيستم هنا صغير فتروح مثلاً الساعة بثلاثة الصباح تنتظر يعني توقف بسرة فبالسرة يجي سراك مثلاً يصل رقمك يعني أنا تشنت الساعة بالثلاثة ونص أنا وصلت سراها كان رقم ثمنطعش تنتظر يجون السيكوريتي الحراس يضطوك الرقم مالتك الساعة بالخمسة ونص هما يجون يعني من الخمسة ونفتح الباب تقدر تدخل جوا وجواك استراحك ويعني كافية التي تشرب أشكال فتدخل بالخمسة ونص تنتظر للساعة سبعة صار الساعة سبعة تسلم أوراقك تسلم أوراقك بالاوستلندبهورد الأوراق طبعان المطلوبة يعني بالنسبة للطلاب أنا كطالب لغة مثلاً كان هو عقد المدرسة تأمين صحي حساب بنكي الانملدوق مالتك اللي هو تسجيل بالمنطقة مالتك وتسجيل بالشقة أضافة إلى صورة واحدة تنتظر فترة مطويلة يعني تقدمت أوراقك بالسبعة يعني أنا بالسبعة قدمتها بثمانية وثمانية وربعة أنا خلصت الأوراق ما تكلها يعني استلمت الأقامة فمن استلم أوراقك تروح تقعد يطوك رقم وتملي فورم وتنتظر يطلع رقمك تروح للموظف الموظف راح إذا عندك حد شوية عندك سؤال عندك مثلاً معنومات ثانية إن ما عندك أي شيء إن ما عندك أي شيء هو بكل الحالات الموظف راح تخلص راح يطيك الجواز بفيزا ويا كارت الكارت هذا شن فائدته تروح على مكينة بالطابق الثاني اللي هنا أضمان ما قدر أدخل داخل البنائة بالطابق الثاني تروح على جهاز تخلي بها آنكا ستة شهر مدد إقامتي خليت خمسين يورو وبعدين تستلم إقامتك وتروح لكن من المهمات جداً إنه تروح من وقت يعني إذا تروح بالسرعة ما تدقى رقم ما راح تستفاد شيء هذا اليوم اللي مثلاً عندك يوم الأربعاء ليش مشكلة؟ طبعاً عندنا عفواً يوم الجمعة يوم السبت يوم الأحد هو كلوز ما يشتغل بالعشرة الصبوح للساعة ستة هم ممكن تروح لكن شن المشكلة المشكلة لازم تروح من الساعة بثلاثة الصبوح وتنتظر وبالخمسة نصف تستلم البطاقة لكن بكل الحالات راح تظن تنتظر للساعة عشرة يلا يبدون يستلمون الأوراق ملاتك فهي صعبة فالأفضل أنه الساعة يوم الاثنين مثلاً من الساعة سبعة وهذا كل شيء عن تمديد الأقامة شغلة أبداً مصعبة شغلة دقائق وهي هاي بس للطلاب وطلاب اللغة أو أعتقد فيزة العمل اللاجئين إنهم وضع خاص ومكان آخر خاص إن شاء الله بحلقة ثانية شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً